ثم قال تعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ الْكَوْثَرُ هو نهرٌ في الجنة يصب في حوضٍ في الجنة وهبه الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وهذا النهر وهذا الحوض لا ترد عليه إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهي رحمةٌ من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام لما قال بعض الطاعين فيه إنك أبتر لا يولد لك وإذا ولد لك مات أولادك فالله عز وجل أعطاه الخير الكثير في الآخرة وأعظم ما أعطاه هذا النهر وهو نهر الكوتر ثم أمره أن يشكر الله على نعنه التي وهبه إياها فقال فصل لربك وانحر والمراد صل كل صلاتك لله جل وعلا وحده لا شريك له وانحر واذبح كل نحرك وذبحك لله وحده لا شريك فهذه الآية في التوحيد ثم بيّن أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو المقطوع مقطوع في الدنيا ومقطوع في الآخرة من كل خير